سيدي ما هو قوام العمل السياسي لو أردنا أن نلخص الموضوع؟ شوف العمل السياسي السياسة في جوهرها هي عبارة عن القوة وتوزيعها بين الأطراف وآليات الاستحواذ عليها وآليات تعاطيها كله المحور هو القوة؟ قوة السياسة هي في جوهر الموضوع محاولة التأثير على الآخرين يعني لما أقول أنا مثلا أقوى من هذه الطاولة معناها لو حاولت أرفعها ستستجيب لي وترتفع أنا أقوى من أبو أحمد بمعنى أني أنا لو أمرت أو طلب منه شيء سيحضره لي الآن داخل هذه المعادلة هل السبب الكاريزم اللي موجود عندي هل الأهلية الشرعية اللي موجودة عندي هل المال اللي موجود عندي هل لأن العضلاتي أقوى منها واستطيع أغلبها في نهاية المطاف قدرة ألف على فرض إرادته على باء معنى أنه جرت عامل سياسي الآن هذا صراع الإرادات بين الناس له قوام له أدوات تستخدم فيها له آليات تستخدم فيها هذه الآليات إما أن تكون عندك أنت القوة المعنوية أو القوة المالية أو القوة المادية الصلبة عشان توجه مجتمعات ولذلك العالم يشتغل على الاستحواذ على هذه طرف مناطق تشوف الجهاز الإعلامي والدبلوماسي تشوف الجهاز المالي والاقتصادي تشوف الجهاز التقني والمعرفي والعلمي والصناعي تشوف الجهاز التقني والمعرفي 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 والصناعي